ابتسامة الجميلة ابتسامة الجميلة ابتسامة الجميلة ابتسامة الجميلة اهم حاجة علشان تاخد ابتسامة جميرة انك تروح لديزاينر يعني ايه ديزاينر يعني مصمم انت لو واحد او واحد عايز يلبس واحد عايز تلبس درس حلوة اوي لازم تعملها ديزاين الديزاين ده معمول على ايه على مقاساتها يبقى لازم تروح لواحد فنان الاول يحللها اكيد اكيد الاسام الكبيرة في عالم تصميم الازياء لما بيجي يصمم لوحدة مليانة سنة هيعمل لها ديزاين غير واحدة رفيع هيختار لها الوان غير رفيع التفاصيل الجسم عشان يبرزها بشكل جميل او يقلل الديفوهات محتاج يعمل حاجة اسمها اناليسز محتاج يكون فاهم ان الجسم ده عشان اطلعه بالشكل المثالي في الدرس بتاعي مع انه مش مثالي محتاج اكون فاهم الديزاين عامل ازاي وابقى فاهم كمان الماتيريا اللي انا هستعملها الخامات اللي انا هستعملها ايه؟ فهنا لازم نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا ما بين الديزاينر وما بين مكانة الخياطة تمام؟ عشان الناس تستوعب مكانة الخياطة ممكن يكون عندي مصنع عندي اكبر مكانة خياطة واحسن مكانة خياطة في العالم واسرع واكتر مكانة اكرت بس انا مش فنان اعملك شوال تلبسه لكن لو انا فنان ممكن بابرة وخيط اعملك درس او اعملك بدلة فت عليك وشيك عليك يبقى الاساس في المكان المكان مهم والمكان موجود الحمدلله ويتي مفيش مفيش جهاز حديث في العالم مش في مصر يعني في العالم كله مش موجود بس هنا احنا بنتكلم على اكلمك في المكان لما اكون بتكلم على 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 علاج عصب على اشع على زرع هنا المكان مهم قوي الحاجات دي كلها محتاجة تجهيزات قوية جدا وكلها الحمدلله موجودة صحيح لانا نهاردة بنتكلم على ايه على سمايل ديزاين يعني على الجانب الفني في السمايل ديزاين او على ازاي اصمم ابتسام فالدهنة لازم تكون بديتعامل معه دكتور مصمم ابتسام فلما تكون عايز تعمل هوليوود سمايل عايز تعمل تجميل في اسنانك يبقى تدور رقم واحد مش على الاجهزة وان كانت لازم تبقى موجودة لأ تدور على دكتور مشهور انه هو انت ليه الفنانين بيروحوا عند فلان الفلاني يعمله درس او يعمله او يعمل الممثل الفلاني ببدلة ليه؟ لان الاسم ده مشهور في المجال ده انه هو ديزاينر انه هو بيديك احسن حاجة فت عليك يبقى هنا لازم الناس تفرق اوي ما بين التركبات وما بين التجميل التجميل هي محتاجة فنان محتاجة موهبة محتاجة دكتور دارس للتجميل بس احنا عندنا جزء اين؟ جزء المثالية التشريحية يعني ان المفروض الابتسامة لها الابتسامة بتاعتنا يبقى ليها ديزاين معايد ايه هو؟ رخم واحد ان ما ينفعش الخط اللي في النص بين الاسنان اللي هو الخط المنتصف لازم يكون كو انسايد او بالزبط متماسل مع الخط بين السنتين الاماميتين لو فيه شفت اول ما هبصة هتحسن انه ملوح عارف لو ما هبصة على بيرواز مقلوب يعني معووب كده عبد بلين سبتحسن وشه ملوح دي بتحصل كتير في حالات ايه؟ حد ما طلعولوش ناب فيه كونجنتر الناس ما طلعاش ناب او حد خلع ناب بدري تمام؟ احنا هنا بنوري الناس ان دي صورة واحدة لو احنا عندنا التلات لو اسمنا الوش لتلات اتلات المفروض احسن واحد اللي على الشمال لان هما مزبوتين ده الايديل لو بصيت على بعده تحس انه وشها زي ما نقول قصير اقصر من الطبيعي والداني اطول من الطبيعي اه وش طويل اه اه صح؟ دي تحس انه قصير صح؟ بالزبط من ايه لما ببصت لهم في الاول حسيتهم هما نفس الصورة؟ هنا ما هنا بقى دفر الايه؟ دفر المسؤال والله العزيب اول ما ببصت كده قلت ايش؟ ان ندول واحدة الساعة عبل معك شغل جايب نفس الصورة التلاتة واحد التلاتة نفس الشكل الفروق بينهم حاجة بسيطة جدا ده الاسمال الديزاينر هو ده اللي يشوفه بعينه انت حقيقة هتجيلي لما هبصلك وتروح لعشرين دكتور مش هتعرف يطلع الدفوات اللي فيك لان هو مش عارف ايه الفرق على فكرة احنا ينفع بتجميل الاسنان اغير في شكل وشك الايديال الوش بيحب يشوف الاوفل الشكل البيضوي اكتر في الوش انا اقدر اغيرلك من وشك ممكن يبقى قصير شوية اخليه اوفل او طويل شوية اقلله بالاسمال الديزاين بتاعي اقدر اغير في وشك اه هنا هنا عندي تحس ان فيه وشها فيه مفتوس اه مقلوب اه باين انه كانوا يبايني بس هي مش بنيه اه احنا بنتكلم هنا الفرق في ايه الانجل الوحدة الوشت هينها مقوس اه هنا اكون فيكس هنا اتعدلت بايه بالاسنان الاسنان هي اللي فرقت والمناخير بس بس في في يعني هنا هنا بس بس هنا هنا كونسرنت فيه اه في الاسنان اه لو انا عدلت مع دكتور التجميل هنا بقى انك تبقى عامل انت فاهم هتعمل ريبورت لدكتور التجميل انا هنا محتاج اه اعمل الشفايف بالشكل الفلاني لان ليها تشريح معين لازم يتعامل بالظبط فانا لو انا عملت التجميل بتاعي صح هبقى محتاج ان احيانا اعدل حاجه في الشفايف مش ان انا نفخها وكبرها مش كده خالص بقى لها ديزاين معين الانف بيبقى لها ديزاين معي علشان لما اعمل تجميل يبقى التجميل بتاعي كامل اه اه ده اسمعي الاناليسز انا بختار النصين التلتين ازاي وازاي يقدر العب في التلت الاخراني بتاع بوقي علشان خاطر اخليه يساوي للتلت اللي فوقيه عن طريق ايه عن طريق العده بتاعتي احنا لما اتكلمنا على جهاز السارك وانا جهاز السارك بيقدر يرجع لنا العده للعده الصح طيب لو انا عدتي اساسا من الصح باجهزة معينة والتكنيك معين بقدر اخلق لك العده بتاعتك اللي المفروض تبقى انت عليها حاسمها رهاب الحالات دي من الحالات الصعبة جدا رهاب لتيشن رهاب لتيشن اللي هو اعاد التأهيل اعاد التأهيل دي بتحتاج خمس ست استشاريين كبار في مجال الاسنان بيقودهم دكتور فانا اه يعني الخمس ستة مع بعض يعني من غير دكتور فاهم هو عايز يوصل لايه في الاخر مش عارفوا يعملوا حاجة لازم فيه بلان فالبلان دي بتتعمل ايه على اناليسز الاناليسز يعني ان انا بتيجي الكيس افضل حل الابتسامية انا لازم اععد بقى هنا معاه هنا فيه غلطة جبيرة جدا بتحصل بيجي الكيس عايز يعمل تجميل اسنان يوم رايح لدكتور اسنان يا دكتور انا عايز اعمل تجميل والنبي ومسافر بكرة تمام طيب حقيقت مسافر بكرة اتعمال لك اناليسز اتعمال لك تحليل ابتسامة بتاعها يعني ايه تحليل ابتسامة تحليل ابتسامة يعني رقم واحد فاكر الحلقة بتاعت الديجي تل اسمايل اناليسز اه لما جبنا البروجرام اللي بنصور عليه الكيس وبنحط التصور دي على الكمبيوتر ونبدأ نحلل عندي شفت في الميد لاين الميد لاين مترحل شوية طيب البلاين او المستوى بتاع الابتسامة بارالل او موازي للانتر بابلري لاين حجم الابتسامة القرش ماشي مع اللور لب ولا مش ماشي طول السنة الجولدن بروبورشن اللي بكر كوريدور عندنا واحد وعشرين بوينت لازم دكتور تجميل الاسنان يكون عارفهم كويس قوي بيرجحهم عارف حاك لما تبقى ماسك لستة دي عدت واحد اللي هو بنقول زي الكواليتي كنترول انا بعملك تشيك كواليتي كنترول على الناتشرال اسمايل بتاعتك اللي هو فرقات بين السنان مش عارف البكة الكوليدور الجواني بين المسلمة اللي في جانب السنان دي معايا بقى لستة الجامي اسمايل كل ده كل ده الجولدن بروبورشن متحققها ولا لا معايا لستة فيها واحد وعشرين النسبة الزهبية بين السنان عندي واحد وعشرين بوينت قاعد انت الميد لين بتاعك سليم اعلم عليه الجولدن بروبورشن متحققها اعلم عليه مش متحققها ادي اكس اول واحدة بكة الكوريدور مفتوح كويس يتعلم عليه انه هو باس مش مفتوح كويس يبقى اكس عليه الجام بين منها قد ايه ده بروبورشنز ده دي الاطوال اطوال المفروض ان السنترال يبقى اطول من اللاترال اللي هو اللي في النص اللي جمبهم واللي جمبهم اسمهم الكنعين النبي يبقى اكثر حاجة بسيطة جدا يعني لو قلنا ان السنة السنترال حداشر اللاترال تبقى تسعة ونص الكنعين يبقى عشرة ونص الفرايتي دي هي اللي بتدي الشكل الجمالي ما جيش تشوف تفرج على ناس كتير عاملين مسطرة كانو طقم انت فين الديزاين يعني ما بيضحك كل السنان طول بعض فين الديزاين ها ما حس ان انا وانا باصص باصص ليه هقولك شخصية كرتونية ما حاجة انت شايفة مش مزبوطة ما فيش حد سنانه كده فيش حد سنانه مسترق ابدا الفرايتي دي والفرايتي ما برضو الفرايتي تبقى ايديا يعني ما فيش اخلي اللاترال اطول من السنتر ما انا ممكن اعمل الفرايتي غلط ما فيش اخلي ناب طويل اوى بقى دراكولة يعني يعني حتى حتى الدراكولة دي ده في ناس كتير قوي دراكولة دراكولة يبانو كأنهم مصصين دماغ وهم مش اخدين بالو طبعا لو ما تعملتش صح هتعملك مشكلة هنا من ضمن لازم تكون الجام عندي فيها سيمتري الجام اللي هي اللس اللس عندي تكون فيها سيمترية تكون فيه تماسل نفعش يبقى الجامب اليمين في حتة والجامب الشمال في حتة تاني ودي كسس كتير بتيجي اول ما بشوفها حقيقة مش هنفى عملك تجميل قبل ما عدل اللسقة مش هقدر لو انا عملتلك التجميل ودفعتي فلوس هتكي بعد كده شكلك مضغى اه انت غارت في شكل اسنانك لكن الاسمايل ما تغيرتش فما ينفعش فانا لازم اكون كمان مركز اللسة مهمة جدا 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 في الاسمايل يعني لازم تاخد بالك من يا فيه ناس كتير بتهمل اللسة اللسة الفستوننج ما ينفعش تجيلي اللي هي القوبة القوبة دي ليها رقم لازم تحققه يعني ليها طول اللفة دي ليها طول فيه ناس بقى تيجي برضو اللسة دي ستريت ما ينفعش لازم تبقى في ستونن يبقى انا لازم في الحالة دي بالليزر في دقيقتين اقوم راسم اللسة بتاعتي بس اكون فاهم كمان ان اللسة ديت وانا برسمها مش هطلع عشيل على الجدر اه يعني اخر ليه اخر ليه حاجة اسمها ده الليفل بتاع ينفعش عديه الواصلة ما بين السنة والجدر ما بين الكراون والجدر ما ينفعش عديه ها دي فروقه الصنا اللبا اتضاعي منها او ها هنا هنا مينفعش اللاترال السنة الجانبية يبقى الليفل بتاع lystra بتاعها هو هو نفس التبقى السنترال. بتاع السنة الامامية لازم السنة الامامية والنبى بقى اعلى الليفل بتاعهم يبقى اعلى واللاترال تبقى اقل منهم من ملي لتنين ملي هذا ايه شورت كلينيك الكرام يعني لما يبقى عندي لما بص على السنة السنة المفروض يلتود وعرض. عرضها لازم يكون يساوي نسبة معينة من طولها. تمام? لما تبقى السنة مربعة وانا عامل الاكس راي بتاعي وشايف ان الجم نزلة او اللسة نزلة على السنة مغطية جزء منها. في الحالة دي انا لازم اشيل الجزء الزايد لان هنا لعيف فين? في ان اللسة نزلة على السنة. يعني هنا الكراون كان شورت راحنا شايرين الزايدة بتاعته. هنا شكل الكراون الطبيعي بتاعك. يعني بص شكل الكراون ده من ده. اها ما انه اللي الشكله طبيعي. اللي معمول. المعمول. تمام? طيق. هنا احنا عندنا شكل الاسنان طبيعي. in kanjuri whatsapps pop call yaka. عندنا负 nowsили عالي قوي. اوّ شكل السنة نفسه طوله معقول. ان انت شايف كده ولجم مش عم، الجم باينة. باينة. هنا اه هنا الجم كتير. الجم اللا هي اللسة. اتشايف اللسة اللسة بالس بتاعكك كيدير او باينة كتير قوي. مش هلوة دي خليبات لكم ماشاكل في اللي بتسمو. اللاسة بام مش حلوة. اه اه. بس هنا بقى انت كاسميل ديزاينر. انا عارف ان طول السنة ده سليم. اه. تمام? يبقى هنا لازم اقول ان الشفايف دي هي اللي بتترفع زيادة عن اللزوم. يبقى هنا لازم يبقى الحل بتاعي تدخل من الشفايف. اه. نوز دعوة هنا بالجنب. انا لو شلت بقى من الجنب. يعني انا دلوقتي احنا عملنا لها. يعني ايه بقى? عملية صغيرة كده بتعمل بنربط اللسة الشفايف على لفل اقل من جوة. والله اه. بتتحقس بالزبط انت انت كان عندك ديسبلي اربعة ميلي فانت بتربط اقل اربعة ميلي. بصوية بتتحق كده. خب بالك هات الصورتين تاني وارا بعد. اه. اه. بتتلاقي الكراون زي ما هو. اه. يعني سنتها ما طيولة ولا حصل اي حاجة. لو انت دكتور مش فهم اسميل ديزاين. ممكن تقول ايه ده الليسة دي كلها ايه دي. يلا شيل. شلت ايه? شلت الليسة اللي على الجدر. تخلي السنة شكلها بشعة. تخلي السنة طويلة جدا. جدا. بوسطها. اه. تاني متكش في الجدر هتحتاج تعمل لها علاجة عصب وتعمل لها كراون. وهي الكس كلها هتمحتاجة ايه? ما تلمس السنين. عشان كده زي ما قلت كتير. سمايل. ديزاين. او هوليوود سمايل. مش ان انت تيجي اركب لك اسنين او اعمل لك اشرة. دي مش محتاجة اشرة ما دي اسنانة حلوة. بكة الكرودور مقفول. ميدلاين كويس. الجولدن بروبورشن متحققها. كل ده انا معلم عليه ان هو تمام. اعمل لها حاجة في اسنانها ليه? يعني ادفحها فلوز. وخلي بيها تعمل اشرة مسلا تجميلية على اسنانها ليه? ها مش محتاجة. هي محتاجة اجراء بسيط جدا هي انها تعمل لو انت مش فهم الكلام ده يعني اعادة وضع للشفايا. حايرو. لو انت مش مش عامل اناليس الصح ومش فاهم الايديا لايه? هتدخل الكيس في مشاكل كبيرة. هتبوز له الدنيا. هيرجع في الاخر هيعيد بقى اللي انت عملته كله. وكمان هتبقى الكيس بضرارة يعني ان انت هتشيل لسة وتكشف جدر وتعمل علاجة عصب ده الريفرسبل ده خلاص انت دخلتها في مشكلة منهاش راجع. خلاص انت بوز العصب يبقى هتلازم تعمل علاجة عصب تعمل علاجة عصب حتى ممكن بقى. هتعمل كراون اعمل تعمل كراون. كيس ما كانتش محتاجة اصلا اي حاجة. ومش واحدة ده هبقى في كزا واحدة. او مش محتاجة اي تدخل يعني مش محتاجة تدخل منك. تمام? المستوى زي ما قلنا اه بتاع اللي بتسامة بتاعنا بص معدول. ماشي. ده موازي موازي للهورايزن يعني للافق كده يعني حاجة موزونة. لو ميل بقى كده تبقى 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 ببصله عايز انت عاستميل بقى يعني واحد بتبقى بصص على وشه عايز تعمل كده. لو هو مش معدول. لازم يبقى البلان بتاعك معدول. اي من الحاجات اللي لازم تعلم عليه. زي ما راحك هم واحد يعني واحد وعشرين ايتم. مش شرط نقول الواحد وعشرين بس هم لازم تبقى بترجحهم. دي اسمها الجل وينج افكت. اي بقى. زي ما كنت اللي هو. جل يعني اه طول النورس. النورس. انا عارف ده. زي ما عندنا الجل دي في الطب كتير. اه جناح النورس. اللي هي الفاريشن انا قلتلك عليه. اللي هو السنتين السنترل لازم يبقى واطين. يبقى اطول. تجي للاترل تجي للكنين. اه. ينزل تاني. اه. الفاريشن ده يديك شكل الجل وينج. يبقى انت كده لو هو مش محقق الجل وينج يبقى عنده مشكلة فيها يبقى علم عليها. وما يجي اعمله الدزاين بتاعي اخد بالي. طبع. هنا وانا بصور. هو اتريست. يع يعني وهو اه في وضع الراحة للأسنان اللي باين. في وضع اللي باين. اللي باين. اللي هي اللي الخفيفة. في وضع اللي بقى المفتوحة خالص. اللي بنحدد منها الشفاية. دي دي بنطلع منها برول اسمها فورتي تو بوينتو. اللي هو ايه اللي المفروض يبقى من السنان. وانت اتريست. وانت بتدحك ابتسامة بسيطة. وانت بتدحك فل للاخر. دي انا بموت في ده. اه. ده انا بقيت. دريبا ما حاش تكلم على البكة الكوريدور غيرنا. ما فيش حال تكلم اس اساسا عن بكة الكوريدور. ولا حد ايه كوريدور. يعني انا اول واحد في مصر افهم يعني ايه بكة الكوريدور. بقى ايه يعني. هو الجوانب المسلمة اللي بتبقى. تحس تحس لما تبص على الصورة من الشمال لليمين. تحس ان الشمال دي كأنها خلعة اسنانها اللي هو ورا. اه. صح? اه. 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 مش خلعهم ولا حاجة. الدارك ايريا دي تديك احساس ما العين زي ما قلت قبل كده. ما بتتخياش هي بتشوف. انت عرف انا بديني احساس بايه كمان انها فيها سن الطفولة. اه. لا اما لسه طفلة صح? لسه طفلة. او انها كبيرة وخلعت. اه. يعني اما كبرت وخلعت. اه. كبيرة خلعت او صغيرة او صغيرة. او صغيرة. او لسه مترقش او لسه محصلاش ممو كامل. اه. عندها حاجة نقصة. عندها حاجة نقصة. عندها حاجة نقصة. عندما البكة الكوريدور مش مفتوح. ومش فل يبقى عندها مشكلة. طيب. يبقى الدنيا نقصة. اني جي بقى للحتة بتاعتنا انا بحبها قبل وبعد قبل وبعد. طيب. 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 مش باخدة بتاعتها اللاتران عاملة بشكلها صغير قوي فانا عندي هنا سبيس لما اجاعلم اقول عندي سبيس الجم لاحز اللسة مش منتظمة فابدأ اعلم على المشاكل اللي عندي خلاص هابدأ اعدل اقوم اعمل الدزاين بتاعي اطلع عندي الشكل الطبيعي بتاعي هنا دي كيس اتعمل لها زرعة لما اجعمل زرعة لازم اعمل دزاين لازم الزرعة دي اما حطها متبقاش باينة فهنا احنا واخدينها معمولة بالسارك معمولة من السنة اللي جنبها ودي ميزة السارك ان هو يقدر يعملك كوبي يعني تقدر تاخد السنة اللي جنبها تقولوا انا عايز دي كوبي يعملها لي مراية فيطلحها لك دي فروقات اه 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 دي هنا دي كيس اه عنده انام الهاي بوبليجيا يعني ما عندوش طبقة الانام الخالص في سنانه ده خلاص سنانه هتتاكل كلها لازم نعمل له باك هنا بقى الدكتور لو قاله انا هركبلك لامنت او قشرة اناسف جدا الدكتور ده مالوش علاقة بالاسنان لان ده احنا قلنا قبل كده ان القشرة الاسنان لازم تتلزق في طبقة الانامل يعني لو انت بتعمل تحضير للاسنان ولقيت ان انت كلت من طبقة الانامل ودخلت في الدنتين لازم تحول الكيس دي لفول كفر لازم تحولها لكراون لان انت لو لزقت الطبقة بتاعتك القشرة التجميلية على دنتين هتقع هي لازم انامل فهنا الكيس دي اسنانه هم عندوش انامل تحط له قشرة ازاي وهو ما ينفعش يجي يقول لي ركب ليش اه دكتور انا سمعتك بتقول بدون تحضير ومش هتلمس السنان وحطي لي لو سمعت القشرة هيك قلت عليه ركب هيك ما ينفعش عندك القشرة هنا انت لازم تحط فول كفر ليه عشان تحمي سنانك سنانك دي اصلا هتتاكل لان انت هي الطبقة اللي بتحمي السن عندك ايه هي الانامل الطبقة دي مش موجودة فانت سنتك بقتهشة فانت محتاج حاجة خوية تحميه فهنا لازم تبقى كمان امين مع الكيس انت وما تمشيش وراه مش عشان ايه سمعت الدكتور واحيانا نروح لدكتور تاني يقول له انا اسمعت الدكتور نروح بقول ان احنا بنعمل بالقشرة التجميلية وما تلمس السنان عشان ما الكيس ما تمشيش يقوم عمله يعمل له قشرة تجميلية موقعة يعني اعمل انا بقول اهو كل حاجة لها اندكيش قشرة تجميلية تتعامل في حالات معينة فول كفر تتعامل في حالات معينة ولي بيختارها الدكتور اللي فاهم اللي فاهم طبع انا اتشرفت بيكو بسعيد جدا يا جماعة الكفية لدكتور مراشد ساعة فين الايس كاب بتاع انا اطلاع اللي بدور على الايس كاب دورتنا كلاعة لكل شكر وتخدير طبعا لضيف العزيز الخيمة العلمية المتميزة والاسم الكبير في عالم تجميل الاسنان وطبعا غني عن التعريفة والقيمة المتميزة الاساس دكتور نور الدين مصطفى السيشاري تجميل الاسنان وتركبات تابعة عضو جمعية الدولية لزراعة الاسنان بجماعة نيويورك والمؤسس لمركز وايتي الشهير تورت يا دكتور الى اللقاء الى اللقاء خليكم معاهنا ما تروحوش في هاي حتة تانية